قال مدعي عام ولاية جورجيا الأمريكية أن سلطات الولاية لا يمكنها منع اللاجئين السوريين من الإقامة فيها والحصول على حقوق الرعاية الاجتماعية الفيدرالية وجاءت تصريحات المدعي العام الجمهوري تعقيبا على تعهد حاكم ولاية جورجيا بمنع اللاجئين السوريين من دخولها وأضاف أنه يتفهم المخارف التي دفعت حاكم الولاية إلى أصدار أمر بهذا الشأن لأنه أوضح أن القانون الاتحادي يلزم جورجيا بتوفير المزايا الاتحادية للاجئين الشرعيين وكان حاكم جورجيا ناثان ديل وهو جمهوري أيضا قد عرب عن قلقه على سلامة سكان ولايته وتعهد بعدم قبول أي لاجئ سوري حتى تجري الحكومة الاتحادية تعديلات على إجراءات فحص سجلات الوافدين